لفت البطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي إلى أن الخارج والداخل ينتظران تأليف الحكومة لأن في كل يوم تأخير تترتب خسائر جسيمة في كل القطاعات الراعي وخلال ترأسه القدس الإلهي في عيد القديس شاربل في دير مار مارون عن نايا بحضور الوزير سزار أبي خليل ممثلا رئيس الجمهورية مشال عون أكد أن التشبث بالحصص وإقصاء آخرين لا يبرران تأخير تشكيل الحكومة الجميع من الداخل والخارج ينتظرون قرار تأليف الحكومة عندنا لأن في كل يوم تأخير تداعيات كبيرة وخسائر جسيمة في الاقتصاد بكل قطاعاته وفي عمل المؤسسات والإدارات وفي ثقة الشعب بالمسؤولين إن التشبث بالحصص وحسرها بكتل مع إقصاء أفريقاء آخرين وأشخاص ذوي كفاءة من المجتمع المدني غير الحزبي والسياسي لا يبرران التأخير على حساب الخير العام بل ويتناقضان مع المعايير الدستورية العامة وأكد الراعي أنه يصلي من أجل لبنان دولة وشعبا ومؤسسات